اهلا وسهلا فيكن احبائي متابعيني اليوم الفيديو عن اكلة محبوبة كتير بدنا نعمل الفلافل اللي مقرمشة الكل بيحب الفلافل بدنا نشوف الفلافل كيف بيحتفظ فيها بالفريزر وكيف تطلع تازم كأنه عملينا هلا بتطلع معنا مقرمشة شكلها حلو كتير طيبة صندوشات الفلافل وحتى لو كان الواحد شبعان بس يشم الفلافل هي وعمت تنقلة بيحس بالجوع والفلافل اساسة من الحموص او ممكن تكون حموص معفول وبتتقدم مع كل انواع الخضرة مع صلصة اللبن والطحينة مع المخللات منزود قرمشة الفلافل بثلاث مكونات اما لما منضيف عليها الخبز الناشف او نضيف عليها التوست كمان الناشف او اذا ضفنا عليها النشا هذا الشي بيزود قرمشة الفلافل حرارة الزيت كتير مهمة ضروري انه ما يكون الزيت كتير حامي لحتى ما تلتدع من الخارج ويبقى الداخل ني واذا كان الزيت كمان ونخفض الحرارة رح تشرب معنا زيت موسيقى رح نبدأ بتحضير الفلافل لدي حموص منقوع بنقعو ليلة كاملة وبفرمو بماكينة اللحم وممكن فورا نشتغل فيه ونعمل فلافل وممكن نحتفظ فيه متل مو شايفين بالفيديو هيك باكياس نايلون وبحطن بالفريزر كل نصف كيلو من الحموص المفروم انا ضيفة عليه خبز يابس تقريبا نصف كوب الى ثلاثة ارباع الكوب من الخبز اليابس حسب قدي رطب الحموص او قديش ناشف وممكن مثل ما قلتلكم ضيفة عليه اما نشا معلقتين كبار من النشا او توست الناشف هدول انا بقسمون هيك باكياس ما عليهم توابل ما عليهم اي اضافات بس حموص ومعهم شوية خبز ناشف مطحون وبخليهم باكياس وقت بدي اعمل فلافل بلاقيهم جاهزين هلأ رح ابدأ اضيف التوابل بمحضرة الطعام رح حط بصلة كبيرة نص كيلو من الحموص رح حط له بصلة كبيرة رح حط معلقة كبيرة ونص من التوم المهروس وبدي اضيفة عليه هون كمان شوية بقدونس وممكن نضيف بقدونس وكزبرة بخلطهم بمحضرة الطعام بدي ايهون كتير كتير نعمين يعني مثل المعجون وببدأ بضيفهم فوق الفلافل ممكن من بعد ما اضيف هدول التوابل ممكن نحطها بالفريزر بس انا بحب هيك ضيفهم فريش يبقوا هيك تازة فبنزل الحموص من الفريزر بس يفك التجميد عنه بضيفة عليه هون هالتوابل هاي هلأ بدي اضيف البهارات اللي هي معلقة كبيرة من التوم وبيدي اضيف عليهم معلقة ونص من الكزبرة الناشفة وطبعا من دوق يعني فيه انواع بهارات بتكون ممكن تكون قديمة او ممكن تكون مو قوية فحسب الزوق ممكن ضيف كزبرة ناشفة او زود من الكمون وعما ضيف عليها ماء بارد وببدأ بخلط هلأ ننضيف الملح كمان الملح حسب الزوق هلأ لما بخلط الخلطة كل ياتا بدوق وبزود ان كان ملح او ان كان كمون او كزبرة يابسة او ممكن حتى تجيبوا توابل جاهزة مكتوبة عليها خلطة الفلافل وبيدي هيك اخلطن بايدي ورطبن بالمي كل شوي عم زيد شوية مي لحتى احصل على شبه عجينة هون انا عم اضيف رشة كركم للي بيحب اللون الاشقر الكركم بس بيعطيني لون اشقر للفلافل بضيف مي لحتى هيك تتماسك معي الفلافل بحيث اذا ضغطها تتماسك بس ما لقاسية كتير ولا هي رخوة كتير حا اتركها ترتاح 10 دقايق هون متل ما قلتلكون من دوق ومنعدل ملح منعدل البهارات رح جرب هلأ معكم تجربة اذا بدي ااخد شوي من هالخلطة وحطها بقالب الفلافل او حتى شكلها بايدي شوفوا اذا بدي نزل قالب كيف بتفرط يعني مالة متماسكة لسه بدي شوية مي لسه تناشفة مش عنيك انا بتركي 10 دقايق حتى يشرب الخلطة تشرب المي وشوف اذا لازمني كمان مي او لا وبضيف المي شوي شوي ما بحاول انه كتير اضافة مي حتى ما يفلت مني العيار قبل القلي مباشرة ضغري قبل القلي بدي اضيف عليها البايكينج باودر والكربونات فحضيف معلقة صغيرة ممسوحة من البايكينج باودر وربع معلقة صغيرة من الكربونات او كربونات الصودة او الكربونة هالعملية هاي بتصير قبل القلي مباشرة الكربونة ما منكتر لانه بتمرر بتعطيني طعم مرار بخلطهم هلا كلياتهم مع بعضهم بتأكد انه توزعوا بزيد ملح اذا احتجت بدوق صارت خلطتي هلا جاهزة طرية سوائلة منيحة جاهزة ضغري على القلي وطبعا القلي بيكون بزيت نباتي غزير شوفوا كيف صارت ومنبدأ تشكيل الفلافل ان كان منشكلها بقالب الفلافل او حتى بمعلقة او حتى بس هيك نكورها بيدنا لما منشكل بقالب الفلافل تلاحظوا كيف المعلقة بس عما امسح فيها جوانب القالب يعني ما بضغط على القرص من المنتصف حتى متعجن وما بده يكون القرص اسميك كتير حتى ينضج من الداخل فبتلاحظوا كيف انا عم بضغط بالمعلقة بس عالجوانب ما بضغط بالمنتصف وبنزلها بزيت متوسط الحرارة مجرد انه يصير لونه اشقر بقلبها هيك هون عم احط شوية سمسوم اختياري لما منشكل القالب هيك منضغط على الحواف ازا بدنا منعمل فتحة من المنتصف منحط القالب بالسمسوم ومنحطها مننزل ارص الفلافل بالزيت بدنا زيت غزير وحرارة متوسطة بس يصير لونه اشقر هيك بقلبون وبرفعون مباشرة على مندي المطبخ ازا كانت حرارة الزيت مزبوطة ما بتشرب الفلافل ابدا زيت وبتطلع معنا مقرمشة تمام ازا نزلنا ارص الفلافل بقلب المقلاي ولقيناه فرط معناتا الخلطة الخلطة تبعنا لسا محتاجة شوية مي تمسك على بعضها ازا لقيناها ما عم تقرمش ممكن نرش رشة توست او معلقة نشا او رشة خبز ناشف مطحون يعني نحنا بنتحكم بالقوام تبع الفلافل وبطعمها متل ما نحنا منحب ومنقدم مع الفلافل سلسطة الطحينة واللبن كوبة من اللبن حط له ثلاث معلقة طحينة بدي حط يعني شوية تخلك شي معلقة صغيرة ملح طبعا بخلطن مع بعضون هدا الصوس بيتقدم جنب الفلافل مع رشة سماء ازا حبيته وطبعا بدنا مع الفلافل كل انواع الخضرة من الخس والمخللات والليمون والبنادورا هيك صار عنا اطيف فلافل ممكن نحطفز بخلطتها بالفريزر نطلعها وقت نكون محتاجين الفلافل فورا على القلي بس منضيف التوابل والمواد الرافعة اللي هي الكربوني والبيكينج بودر وبيصير عنا اطيف فلافل ام ارمشي جربوها كتير رح تحبوها الوصفة وبشوفكن بالفيديو الجاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة